قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر في مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يقومان بدهس رجل والاعتداء عليه طبعاً كمان أشاهد مشاهدي الكرام هذا المقطع على الشاشة كان من ضمن الأخبار التي تداولناها البارحة في برنامج أخباركم وما هي إلا ساعات حتى تم الإعلان من قبل أسناب الرسمي لوزارة الداخلية أنه تم تحديد هوية الشخصين والقبض عليهما واسترداد المركبة وإحالة القضية للنيابة العامة مبيناً أنهما مواطنان والمركبة مسروقة ونفذ عدة جرائم مماثلة إذن محمد مثل ما ذكرت استعرضنا هذا المقطع في حلقة الأمس وأكدنا أنه بإذن الله ليست إلا ساعات قليلة ويتم القبض على أي أحد يخالف نظام هذا البلد وأكدنا أنه يوجد نظام وأي مخالف سوف يلقى جزاء الصارم الصارم تقريباً محمد ما هي إلا ساعة تقريباً على الساعة عشر أمس تم الإعلان عن القبض على هذين الشخصين وأكدنا يا محمد على ضرورة وجود الكاميرات صحيح ونقطة مهمة يا محمد بعضهم يعني متواجدة الكاميرات ولكن ما هو شابكها فهذه ممكن يكون عليها مسؤولية أكبر في حال أنه رجعت الجهات المعنية وشيكت على الموقع الجريمة وشافت أنه هناك كاميرات والكاميرات ما هي شغالة أو فيها عطل أو ممكن أنه يعني يلقى صاحب هذه المكان أو صاحب هذه الكاميرات مسؤولية مسؤولية كبيرة ويكون عليه جزاء ولكن بالله الحمد فاترة بسيطة مثل ما ذكرنا وتم القبض على هذين الشخصين طبعاً عبدالعزيز يعني لو نرجع لتفاصيل الخبر وكيف بدأ طبعاً هو عبارة عن مقطع فيديو تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة مركز الرصد النيابي رصد هذا المقطع تم إحالته للنيابة العامة مباشرة بأمر من معالي النائب العام تم الأمر بالتحري والبحث عن مرتكب هذه الحادثة وما هي إلا ساعات وتمكنت ولاي الحمد شرطة منطقة الرياض والجهات الأمنية من تحديد هوية هذين الشخصين وتم محاسبتهم ورجوعاً إلى جرائمهم وسجلهم الإجرامي إلا أنهم ارتكبوا جرائم مماثلة وأيضاً المركبة اللي حصلوا عليها كانت مركبة مسروقة وتحايلوا على النظام بوضع لوحات على هذه المركبة لا تتبع لها إلا أن الجهات الأمنية واللاي الحمد رصدت هذه الحالات وتم القبض عليهم وسيلقون بكل تأكيد جزاؤهم النظامي وفقاً لما تكتضيه الشريعة في المملكة العربية السعودية